في ظل ارتفاع تكاليف العلاج الطبي يسعى العديد من المرضى إلى اللجوء للطب البديل الذي يعود بجذوره إلى التقاليد القديمة حسين شاب ثلاثيني يعاني من آلام في الأعصاب وجد في العلاج بلسعات النحل بارقة أمل حيث يضع النحل على مكان الآلم لتقوم بلسع منطقة المتأثرة وبعد سلسلة من الجلسات شاهد حسين تحسنا كبيرا في حالته أنا في طبيعة الأحوال كلما بشوف منحل أو أشخاص عندهم نحل بروح لعندهم وبمسك النحلة مثل ما فرجيتكن وقروصها على عكسي هون ودياتي من هون هاي السالفي متعلمة أنا من أيام اللي كنت في لبنان بشوف لبنانية هيك كتير يعملون سألتهم إنه ليش بتخلو النحل القروص كون قال هادي كتير مفيد للأعصاب وأنا جربتها والحمد لله رب العالمين كتير استفدت عليها وفي ناس ما بتستفاد عليها العلاج بلسعات النحل ليس بجديد على البشرية فقد استخد ما في عدة أزمنة وحضارات يعتبر هذا النوع من العلاج جزءا من الطب الشعبي حيث يعتقد أن سم النحل يحتوي على مواد تساعد في تخفيف الألم وتحفيز الشفاء يعود استخدام لسعات النحل للعلاج إلى آلاف السنين في الصين واليونان حيث كانت تستخدم لعلاج التهاب المفاصل وألام الأعصاب بالنسبة لقرص النحل أنا مقتنع أنه فيه فوائد جدا وكتير عالم مقتنع مثلي أنه قرص النحل بفيد الأعصاب في الركب وفي الراقبة وفي الظهر وكتير أجول عندي عالم أبو عبدو بدنا بعد إذنك نحلي تقرصنا بالعمود الفقرية بالفقرة رقم كذا وبعد فترة أسألهم أشو تستحسنتوا قولوا تحسننا وبالنسبة لهذا الموضوع القرص يعني موضوع متوارس جاي من أعماق التاريخ من الجزور التاريخ الشعبي للمربي النحل رغم أن المجتمع الطبي الحديث لم يتبنى بشكل كامل هذه الممارسات إلا أن الأمل يتجدد في قلوب الكثيرين في ريف إدلب الذين يجدون في هذا العلاج بريقا من الأمل وسط ظروف حياتهم الصعبة على الرغم من غياب الأدلة العلمية القاطعة التي تؤكد فعالية هذا العلاج إلا أن الكثيرين هنا يعتقدون أن سم النحل يمكن أن يخفف الألم ويساهم في الشفاء أحمد يد حلب اليوم سهل الغاب